دكتور محمد فايز فرحات أهلاً وسهلاً بحضرتك معنا أهلاً وسهلاً بحضرتك وطبعاً يعني احنا بنحتفي بحضرتك ونحتفي بجريدة الأهرام أيضاً شكراً جداً من بداية التخرج اتجهت إلى الأهرام يعني إلى الصحافة لماذا؟ يعني في الحقيقة طبعاً أي تجربة يعني هي محاصلة عوامل كثيرة يعني بما فيها التجربة الشخصية أنا في الحقيقة طبعاً كانت بداية الأولى داخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بعد التخرج لأن استهواني العمل البحسي منذ اليوم الأول للتخرج وقبل التخرج ويعني كانت استأثري الأكبر بأستاذي علي رحمة الله يعني الأستاذ دكتور محمد سيد سليم عملت يعني في مركز الدراسات الأسيوية في هذا الوقت يعني من أواخر سنة 1995 عندما طرحت داخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فكرة إنشاء مركز للدراسات الأسيوية واسندت يعني فكرة تأسيس هذا المركز لدكتور محمد سيد سليم ويعني بدأت معه منذ طرح الفكرة حتى يعني تأسيس المركز ثم انتقلت بعد ذلك يعني عملت اشتغلت في المركز حوالي سنة ونصف وبعدها انتقلت إلى يعني مؤسسة الأهرام مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية فكان يعني كان هدفي واضح يعني منذ التخرج هو العمل في البحث العلمي يعني فبالتالي كان قدامي مصرين إما العمل داخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية كمعيد لأن كانت فكرة العمل الأكاديمي برضو كانت يعني لها علاقة قوية بالبحث العلمي لكن لم أوفق يعني في تعيين كمعيد في الكلية وبالتالي كان البديل الآخر هو يعني أننا حاول أن تمي إلى أهم مركز بحثي في مصر وفي منطقة الشرق الأوسط وهو مؤسسة الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية يعني حضرتك بتكتب في السياسة ككاتب وأنت الآن أيضا تتولى منصب إداري وهو رئيس مجلس إدارة الأهرام كيف يمكن أن توفق بين الاثنين يعني طبعا أنا اشتغلت كباحث في المركز فترة طويلة يعني من أول التحاق بالمركز في فبراير سنة 1996 ثم في عام 2014 يعني عملت كمدير عاملي المؤسسة الأهرام وبعدها عدت مرة أخرى في سبتمبر عام 2016 إلى العمل كخبير في المركز مرة أخرى ثم مدير للمركز في سنة 2020 ثم يعني في أبريل الماضي كرئيس المجلس إدارة مؤسسة الأهرام وده طبعا واحدة من السمات المهمة جدا داخل مؤسسة الأهرام هي فكرة سهولة الحراق ما بين العمل الإداري والعمل التحريري الصحفي بالضبط يعني طبعا شرفت بأن أنا أكون رئيس مجلس إدارة المؤسسة بتكليف من الهيئة الوطنية للصحافة لكن ده في رأيي مفيش تناقض يعني كبير هو كل شخص أو كل زميل يعني داخل مؤسسة الأهرام بيشرف وبيطمح دايما أنه هو يتولى أو يكون جزء من إدارة المؤسسة طبعا الأهرام لا توجد قيود يعني داخل المؤسسة في هذا الأمام هذه الطموح المشروع لأي زميل اشتركوا في القناة